تم أمس افتتاح نزل السلام في مدينة المحرق في مملكة البحرين ضمن مشروع مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المجتمع الإماراتية ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث في البحرين وشارك في حفل الافتتاح وفد إماراتي برئاسة معالي نورا الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة إضافة إلى مجلس أمناء المركز برئاسة معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة ويعد نزل السلام أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الدولة ضمن المشروع الثقافي المشترك الذي يهدف إلى إعادة أحياء بيت فتح الله التراثية إضافة لتشييد الركن الأخضر بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة التصميم الداخلي